ننبعد بسم الله الرحمن الرحيم نهار اليوم وعشرين جوان الفين وثلاثة وعشرين معناه نحن في شهر السادس من السنة وهو بداية دخول فصل الصيف فيديو اليوم نقوم بالتوضيح فيه معناه وتبيين بعض النصائح اللي هي خاصة بهذا الفصل معنتها بفصل الصيف وهذا حفاظا على الخلايا سواء تكون خلايا قوية أو تكون خلايا ضعيفة معناه كيف نقوم بالتصرف حتى نحافظ على القوة على الخلايا هذه ولا نتركها تضيع كما لكم تلاحظوا الآن بارتفاع درجة الحرارة وصيف معلوم أو معروف لأنه فيه درجة الحرارة ترتفع هنا النحل يكون محتاج إلى شيئين ألا وهو الشيء الأول وهو التضليل هذا لا تنسى معناه التضليل لا بد عليك أنك تقوم بالتضليل على الخلايا سواء تضع الخلايا معناه تحت ضل أشجار أو تقوم بصنع مظلات مثل هذه المظلات كما راكم تلاحظوا الآن هي عبارة عن مظلة من الحشائش اليابسة معناه هنا نقوم بصناعتها كما راكم تلاحظوا ونضعها على الخلايا هذه المظلة تكون سمكتها حوالي 10 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر هنا لا بأس هذا حتى نحافظوا على هذه الخلايا وكما راكم تلاحظوا الآن نحن في منتصف النهار النحل مازال يأتي بغبار طلع ويأتي بالماء معناه يكون ناشط لما يكون عنده الضل وكل مظلل الحال يكون عنده مظلل معنتها نفي هذا الفصل النحل ينشط وكذلك المحافظة على القوات عن النحل إذا لاحظوا كما راكم تشوفوا الآن راكم زال يأتي بغبار طلع الساعة هي الآن بتقريب 12 أو 12 ونصف كذلك النصيحة الثانية اللي هي مهمة جدا وخاصة بعد جني العسل لأنه أنا في موسم جني العسل تجد بعض الخلايا لما تتفقدها لا تجد العسل على كل حال لما تكون خلايا ضعيفة ممكن لا تجد فيها العسل ولكن تجدها هي قامت ببناء كل الإطارات الشمعية وخاصة الإطارات الشمعية اللي تكون قديمة جدا خاصة اللي تكون قديمة اللي هي اللي تحكون بني داكن أو يميل إلى أسود ولا تجد فيها العسل هنا في هذا الحال كيف تتصرف أنت لا تجد فيها العسل أولا وكذلك تجد أنه الإطارات كلها ممطوطة والنحل يكون فيها ضعيف معناه يغطي فقط إطارات أو أربعة مع الحضانة هنا كيف تصرف؟ هنا في هذه الحالة الخالية تكون فيه خطر اللي هو فراشة أو دودة الشمع معناها لفوس تاني معنتها دودة الشمع هنا كما راكم تلاحظوا دودة الشمعية أفا خطيرة معناها عدو خطير للنحل اللي يقدر يقضي على الخالية مباشرة بعد الغزو للفراشة هذه في إطارات الشمعية وخاصة الإطارات الشمعية اللي هي تكون لو أنتها أسود قناة معنتها قديمة تفضلها أو تحبها بأكثر هذه الفراشة تليد فيها البيض وتقوم بالفقس هذا البيض وتغزو الشمع بهضمه كلياً وهنا النحل إما يهجر الخالية أو هو على كل حال نسبة كبيرة من احتمال كبير يهجر الخالية لأنه علىه يهجر الخالية لأنه خلاص معنتها الإطارات الشمعية مهددة بالزوال هنا لا بد عليك هذه الإطارات الشمعية أنك تنزحها من الأحسن أنك تنزحها إذا لا تجد فيها لا بيض ولا غبار طلع ولا حتى عسل أنزحها فقد تبقي الإطارات اللي يكون مغطت بالنحل وتضيف له إطار أو إطارين يكون ممتوط جديد معنتها أو أساس تضعه على الجانبين وتقوم بتغطية هنا دودة الشمع لا يكون معنتها لا جايها مجال لطبيع لأنه النحل يكون مغطي كل الإطارات وبالتالي يقوم بطردها أو إذا كانت فيها يرقات صغيرة يقوم بإخراجها لا يستطيع أنه يقضي عليها أما إذا كانت مساحة كبيرة داخل الخالية معنتها بإطارات شمع وهو لا يغطيها وتكون أسوداء معنتها هنا تقوم هذا الفرساء بغزوها وتقضي على الخالية هذه فيما يخص هذا النصيح اللي يقوم بتقديمها معناها الإطارات اللي تكون سوداء ولا يتجد فيها عسل ولا تجد فيها لا بيض ولا غبار طلع أنزحها من الخالية سواء تحتفظ بها في ثلاجة أو تقوم بتدويرها معنتها إذابتها وتدويرها لاستعمالها في الشمع خام كذلك الملاحظة الثالثة أو الشرط الثالثة وهو توفير الماء الماء لا بد عليك يكون قريب من الخالية معناها من الخالية أو من منحل على الأقل حوالي 100 متر إذا على الأقل حوالي 100 متر تقوم بتقديمه للنحل معناها يكون في منطقة الظل وتقوم بتقديم الماء للنحل يكون تقديم دوري معناه يوميا تقوم بتفقد هذا الإناء اللي تعطي فيه النحل أو المشارب اللي تعطي فيها الماء للنحل تقوم بتفقدها يوميا وتغيير الماء إن بقي فيها معنتها أكثر من يومين أو ثلاثة تقوم بتغييره أما إذا كان يشرب النحل لا بأس معناها تقوم بيوميا إضافة الماء الصالح لشرب أو اللي يكون هو ناقي هذا فيما يخص هذا الفيديو اليوم اللي هو فيديو توضيحي خاص بأولا فراشة أو دودة الشمع قوة الخالية أو ضعفها وكذلك التضليل عليها هو تقديم الماء هذا فيما يخص هذا الفيديو الاشتراك على كل حال الإعجاب للفيديوهات هذه وبرك الله فيكم على كل حال حتى اللي هم يشتركون ويعجبون أن يعجبون بهذه الفيديوهات وهذا لنشر الكثير من الفيديوهات وتحفيز القناة على الظهور في اليوتيوب إذن والسلام عليكم